الساد أو الماء الأبيض كما مر معنا سابقا تقوم عدسة العين وبمساعدة القرانية على تجميع الضوء الداخل إلى العين وتركيزه في بؤرة واحدة تقع على شبكية العين وبالتالي تحدث عملية الإبصار هذه العدسة الشفافة قد تفقد شفافيتها وتصبح معتمة وهو ما تعارف الناس على تسميته بالماء الأبيض أو الساد أو الكتراكت والكتراكت هو اللفظ اللاتيني لكلمة قطرات العربية والتي أطلقها قدماء أطباء العيون العرب على بداية الماء الأبيض الأسباب أسباب تكون الماء الأبيض كثيرة جدا ومتنوعة منها الخلقي والوراثي ومنها الإصابات والالتهابات المزمنة ومنها بعض الأدوية ولكن السبب الأشهر والأكثر شيوعا هو تقدم السن وكما أن الواحد منا يبيض شعره مع تقدم سنه فإن عدسة عينيه تبيض وتفقد شفافيتها العلاج لا يوجد حتى الآن دواء ناجح يمنع هذا التغيير الشيخوخي والحل الوحيد المتاح هو إزالة العدسة الطبيعية المعتمة واستبدالها بعدسة صناعية هذا النوع من العمليات يعد من أشهر عمليات العيون ويتمتع بحمد الله بنسبة نجاح عالية تشبه عدسة العين حبة التمر فهي تحتوي على غشاء أمامي وخلفي وعجوة لينة ونوات صلبة عند إزالة الماء الأبيض بالطريقة التقليدية والتي تسمى ECCE يتم إزالة الغشاء الأمامي وشفط الحجوة وسحب النواه من خلال فتح قدرها حوالي عشر ملي متر ويتلو ذلك زراعة عدسة صناعية تستقر على الغشاء الخلفي للعدسة أما عند إزالة الماء الأبيض بواسطة الأمواج فوق الصوتية والتي تعرف اختصارا باسم الفيكو فإنه يتم إزالة الغشاء الأمامي ثم تكسير النواه بواسطة جهاز الفيكو ثم بعد ذلك يتم شفط النواه المتفتتة والعجوة من خلال فتحة أصغر حوالي ثلاثة ونصف ملي متر ثم يتلو ذلك تركيب عدسة قابلة للإنثناء لتستقر آليا بنفس الطريقة على الغشاء الخلفي للعدسة وتؤدي العمليتان إلى نتائج جيدة وتمكن المريض من الرؤية بدرجة قريبة من مستوى الرؤية قبل المرض ويعتمد اختيار نوع العملية على حالة العين ومدى ملاءمة أي من هذين النوعين لها